السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بيكون في القناة من جديد سأقوم بمشاركة تحديث مهم جدا سيحدث في القناة وإن شاء الله يهد بالنفع على متابعي قناة algorithm academy وأيضا كل شخص مهتم بتطوير الويب وبالأخص الفرونت أند ديفولوبرز وأيضا المهتبع العربي بصفة عامة في الفترة الأخيرة تلقيت الكثير من الأسئلة حول العمل الحر والفرص للعمل في الشركات كيف أحصل على فرص وأيضا ما هو المحتوى الجديد الذي سأقوم بتنزيله في القناة بمعنى أني رجعت إلى التنزيل مرة أخرى إذن قبل التكلم عن الخطة الجديدة وعن الأشياء أو التحديثات الجديدة التي ستحدث أريد أن أتكلم عن الوضع الحالي حاليا فقط هناك مشروع واحد كأشتغل عليه كفريلانسر مع أخي وقد اقترب من الانتهاء وبالتالي ليس لدي أي مصدر دقن فحاليا أنا لا أشتغل هذا أول نقطة النقطة الثانية هي أنه تصلني عروض عمل لكنني أقوم برفضها ولسبب واحد وهي أنني قررت تركيز أكثر على بناء المنصة التعليمية وإطلاقها قبل العام الجديد فبالتالي في هذه الفترة من الآن إلى غاية العام الجديد إن شاء الله أو لفترة أنني أقوم بإطلاق المنصة التعليمية سأشتغل كمنشئ متوى كدوام كامل إذن فول تايم كونتنت كرييتور هنا على اليوتيوب وأيضا سأشتغل كأوبن سورس كونتروبيوتر إذن من ناحية المحتوى أو شيء الذي أريد الناس أن تفهمه حاليا أنا قاعد أعمل Validate للفجن الجديدة أو الماينتات الجديدة اللي أنا راح أتبعها في المنصة التعليمية Next3 الفجن التي لديها في Next3 وهي أن المحتوى هنا سيكون مغاير تماما المحتوى سيكون High Quality المحتوى من ناحية التطبيق سيكون شيء غير موجود يعني في المحتوى العربية وممكن حتى ما تجدوا في اليوتيوب ففعليا أعمل كثير كثير جد عشان أحقيق هذا الشيء حاليا فقط لدينا دورة الرياكتية التي سأشتغل عليها أو سأكمل فيها التنزيل فيها وأيضا لدينا سلسلة بناء المنتجات هذه المنتجات في الوقت الحالي يتبع لNext3 للمنصة التعليمية حتى أستطيع أن أقوم بإطلاق المنصة بشكل أسرع وبعدها سنكمل في هذه السلسلة ففي الغالب أن الذي سأقوم بعمله من الآن فصاعدا هو بناء منتجات أكثر من أني أقوم بعمل دورة تعليمية سنقوم بعمل دورة تعليمية لكن التركيز والأبلوبية لأننا نقوم بإنشاء مشاريع هذه المشاريع أنا ما أتكلم هنا عن إي كوميرس ووبسايت أو أتكلم عن بلوغ لا يعني أتكلم عن ساس برودكت أشياء ممكن بعدين نحولها فعليا لساس برودكت نحصل منها على المال على سبيل المثال والشيء الذي سأشتغل عليه أيضا بجانب أني أقوم برفع محتوى في هذه السلسلة أو في سلسلة الرياكت وهي أني سأقوم بالمشاركة أو المساهمة في هذا المشروع هنا عبارة عن project management tool هذا عبارة عن alternative open source لأداة جراء على سبيل المثال أو أداة click up طبعا هناك هدف من أني أريد المساهمة في هذا المشروع يعني ليس من أجل عمل محتوى فقط لكن هناك أهداف أخرى إذا من بين الأهداف أنه إذا لم تحصل على فرصة العمل قم بخلق فرصة لنفسك فهذه رسالتي أو إجابتي للأشخاص التي تسألني يعني كيف ممكن أحصل على فرصة للعمل على مشروع كفريلانسر أو كفرصة للعمل كمطور مثلا ويب في شركة فلدينا ثلاث أهداف هنا إذا ما تحققت أحد هذه الأهداف سأكون أراضي عن ذلك الهدف الأول من المساهمة في هذا المشروع وهو لما لا الحصول على عرض عمل من فريق التطوير نفسه الهدف الثاني وهو المساهمة المدفوعة في المشروع على الأقل يعني إذا لم أحصل على عرض بأنني أكون من ضمن التيمس على الأقل أكون مثلا مينتينر يعني أقوم بصيانة وإيضا الإشراف على مثلا حل الباكس أو إضافة فيترز وعلى أشياء ولكن بمقابل مادي والهدف الثالث هو أقل لهم وهو الجذب الانتباه والتواصل مع الفريق على الأقل يعني أحصل على رسالة جيدة منه طبعا كيفية المساهمة وما هي الأشياء التي سنقوم بعملها كـ Contributions طبعا لأن أقوم بعمل Contribution بسيطة كأنني مثلا أقوم بعمل Fixed لتايبو أو مثلا أقوم بمعالجة مثلا جزئية ما لا تظهر بشكل جيد أثناء الResponsive وهذه الأشياء فأنا سأستهدف تاسكات أفضل بكثير وتحتاج إلى مستوى متقدم فأنا قمت بالدخول على السيرفر الخاص بهم في Discord رأيت عديد المشاكل التي يعانونها خصوصا من يريد أن يقوم بعمل Contribute في هذا البروجيكت وأيضا رأيت الكود سورس الخاص بهم وفعليا لديهم العديد من المشاكل والإنهانزمت اللي ممكن نشتغل عليها إذن سأختار تاسكات تحتاج إلى مستوى متقدم من الخبرة في الفرونت أنت طبعا هذا سيعزز من أننا نحصل على أو نجذب انتباههم أو حتى الحصول على عروض عمل يعني لن نقوم بعمل عروض أو لن نقوم بعمل Contributions بسيطة ونتوقع أن نحصل على فرص عمل إذن نحن سنحاول فعليا أن نعطيهم قيمة مضافة من خلال Contributions الخاصة بكم أيضا إذا ما أردتم المشاركة في ذلك وبالطبع سأوثق كل هذا العمل في سلسلة الفيديواتاتي وهذا الفيديو هو يصبر مقدمة هذه السلسلة أيضا من بين الفوائد المتوقعة بالنسبة لكم أي شخص يرغب في التعرف على طبيعة العمل مطور الوجهات الأمامية بصفة عامة أو سينيور بصفة خاصة يعني كما قلت سأشتغل على التاسكات تحتاج إلى مستوى متقدم وسأحصل أمفي يعني في بعض التاسكات حتى حاول الحصول فعليا على عرض عمل إذن هاتي السلسلة يعني ستساعدك حتى تتعرف على طبيعة التاسكات الموجودة أو شكل التاسكات كيف يكون كيف ممكن تتهم كيف ممكن تشتغل مع تيم طريقة العمل سأكتشف يعني كثير مصطلحات وكثير طرق وسأتستفيد يعني من ناحية الوظيفة نفسها ومن ناحية الكود نفسه يعني حتى طريقة الكتابة ممكن نعمل Refactoring Review بنحاول نعمل أي شيء ممكن نعمله وأيضا من بين الفوائد بالنسبة لي وهو أنني أريد أن أقوم بعمل Promote أو ترويج فالذي قاعد أعمله حاليا أنا أريد تطبيقه في منصة Next3 فكما قلت في Next3 أنا مركز كثير على موضوع المحتوى وفي الختم إذا كنت مهتم بمتابعة هذه الرحلة لا تنسى الاشتراك في القناة تفعيل الجرس ليصلك كل جديد شكرا لكم على المشاهدة ونلتقي فيها الفيديو التالي إن شاء الله